تشهد مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة إقبالاً لافتاً من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي جرعات التطعيم في إطار الحملة الوطنية للتطعيم حيث بلق مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الخميس أكثر من مليون ومئة وثمانية وتسعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئة واثنين وسبعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من سبعمائة وثمانية وثمانين ألف شخص هذا ويشدد الفريق الوطني الطبي على ضرورة المبادرة والتسجيل للحصول على التطعيم للوصول إلى المناعة المجتمعية المطلوبة ترجمة نانسي قنقر